بتشوف بقى الجزء تاني من سؤال بتشوف ايه اكتر انواع الادب اللي الشباب بيحبوا يقروا فيها وكمان احنا دلوقتي زي ما قلنا في عصر التكنولوجي فقليل دلوقتي اللي بقى يحب يقرى بقى فيه اي بوك او الكتاب الالكتروني فبتشوف بقى في معرض الكتاب انت اكيد شفت امثلة حواليك شفت الناس اكتر حاجة بتروح لها ايه اكيد طبعا هو القراءة بشكل عام انت لازم تبقي يعني فكشن ونون فكشن ما ينفعش تركزي على الروايات بس لكن اللي انا شايفه في مصر يعني ان فيه كم جبير من القراءة الشباب في مرحلة العمرية من 13 ل25 او اكتر شوية بيركزوا على روايات انا شايف ان اه روايات انا انا نفسي رواقي واحب ان كل الناس تقرأ الروايات بتاعتنا لكن القراءة بشكل عام لازم تكون تتوسع يعني تقري في كل حاجة بوسعات جغرافية اديان تاريخ فلسفة لازم تتنوعي ثقافتك حاليا في مصر فيه اتجاه كبير للتنوع لكن ما زال الروايات واخدة انتباه الشباب بشكل كبير جدا سبيان وبنات والبنات اكتر كبير هل شايف ادب الفانتازيا اكتر انواع الادب اللي ممكن يتحول يبقى عمل فني؟ الفانتازيا تحدينا عشان هي خيال يعني جامح زي ما بيقول او فوق السوبر يعني خيال فوق الوصف اه يعني بس طبعا محتاجة انتاج ضخم يعني الفانتازيا بالذات محتاجة انتاج ضخم جدا حتى في مصر يعني اخر محاولات تقريبا مسلسل جودر الف اي ولله دي يعني اعتبر عملنا فيها نفسنا شوية لكن محتاجين انتاج ضخم اكتر عشان نعمل نحاول نوصل للمستوى العالمي لان الفانتازيا بالذات محتاجة مخلوقات خيالية ده محتاج تكنولوجيا سي جي اي والجرافيكس وحاجات كتير اه يعني محتاج تكنولوجيا ضخمة وانتاج كبير جدا لكن كاكتر حاجة بتتحول حاليا لفن الادب الواقعي اكتر من الفانتازيا طب بشايف ممكن النحاس تبقى تتحول لعمل فني؟ اه طبعا يعني هو هي صعبة هتبقى صعبة شوية على اي منتج لكن مفيش حاجة صعبة لان دايما احنا بنتطور بنتقدم والعمال اللي بنشوفها يعني في الفترة الاخيرة دي في رمضان اللي فات مثلا شوفنا اعمال بتقنيات ما كانتش موجودة قبل كده صح طبعا وتصوير ومستوى متقدم ما كانتش موجودة قبل كده وانا على تواصل مع اصدقاء يعني ميكورجين وعارف الموجود في السوق يعني فاحنا دايما بنتقدم فالليلا يعني ممكن السنين اللي جاي نفاجأ بطفرة تساعدني ان اطلع على العمل بتاعي ايه اللي بعد النحاس؟ اه انا حاليا بنعد السلسلة خيال العلمي طبعا في البوب ارت وموما الفانتازيا والرعب والخيال العلمي هم التوب يعني اكتر ثلاث حاجات بيحبوها القراء بوب ارت الفان الشعبي يعني فاللي بعد كده ان شاء الله سلسلة خيال العلمي بس طبعا يعني متكتمين علشان فيه مفاجأ يعني جميلا ان شاء الله اه بتدور في جو العوالم الموازية ان يبقى فيه كذا عالم موازي للارض نفسها بتاعتنا دي ده ممكن نشوفه في معرض الكتاب اللي جاي ولا لسه شواء ده يعني برضو فيه يعني هايبين بس هو قريب جدا ان شاء الله طب ندخل بقى على حاجة تانية وجزء تاني من حياتك ككاتب وهي الترجمة وانت ترجمت حاجاتك كتير قوي من اعمال وروايات اجنبية عايزة اعرف الترجمة دي بيكون اساسها ان انت حابب الرواية دي وحابب ان انت تنشرها بلغة تانية ولا ايه اللي بيخليك تختار رواية عن غيرها عشان تترجمها هو مجال الترجمة انا بدأته من زمان كمحاولات فردية بحتة لاني المجال زيه زي بعض المجالات في مصر يعني مش كلها تقدر تقولي محدود المنافسة فيه صعبة شوية فمحدود فما تقدريش تدخليه بسهولة فانا بدأت لوحدي الاول ثم بعد كده اما قررت ان انا نتخصص اكتر ككاتب فانتازية ده لفت انتباه دور النشر وقالوا لي انت بما انك كاتبت تخصص فانتازية ففيه كاتبة اسمها ستيفني جاربر دي كاتبة امريكانية عاملة سلسلة فانتازية ودي اول سلسلة لها فتحب ايه رأيك فارتها عجبتني طبعا دخلت المشروع وحالان يعتبر اول سلسلة لها ترجمتي اسمها سلسلة كارفال حلوة اود طب اول بقى حاجة ترجمتها غير الحاجة اللي اتطلبت منك بالاسم يعني اول حاجة انت ترجمتها الشخصية اول حاجة كانت قصة قصيرة للكاتب الامريكي الامريكي لاف كرافت دي كانت قصة رعب وموجودة مازات موجودة وفيه بعض تشابترز يعني من روايات مختلفة موجودة برضو ما عندي اعتبر ما نشرتهاش لسه دي موجودة خاصة بيانة يعني طب ايه اصعب حاجة يعني بتقابلك في قصة الترجمة الترجمة بشكل عام هي بتبقى جميلة ان انت بتنقلي حاجة انت قرتيها وعرفاها هو وعرفا معناها وعرفا القصة ومعجابة بيها ومنبهرة بيها بتنقليها بقى القرق هو اول مرة يعني ما معرفش عنها اي حاجة انت تتبري البوابة بتاعته اللي بتوريله العالم ده هو ما يعرفوش لسه فهنا المواتعة انت بتقول تنقلي وجهة نظر الكاتب ده او العالم ده لي هو لأول مرة من عينيك انت من خلال رؤيتك انت وفهمك للترجمة دي دي المواتعة بتاعت الترجمة طبعا في صعوبات يعني انت ممكن ممكن تترجمي صفحة في خمس دقائق او عشر دقائق ممكن تترجمي كلمة في يوم كامل كلمة واحدة ممكن تخليكي ايه سر لاني بيبقى ليهم هما في لغتهم بيختار كلمة لها معنى تاني مترطفة تانية انت منش عارفها من مترطفة انت عندك الدكشنوري في كذا معنى فممكن كلمة واحدة تخليكي تعود هو قصده ايه يعني ترى الغتهم متوصلي بقى في طريقة لترجمة المواقف يعني لان معظم الروايات بتبقى موقف فانت ممكن انت تعيد صياغتها بشكل تاني خالص ببين نفس المعنى هنا بقى امانة المترجم يعني اهم حاجة في المترجم انه هو ينقل العمل ده باخلاص شديد جدا بدون ما يغير في الاحداث ممكن يغير لو في بعض المحاذير معينة بالاتفاق مع الكاتب نفسه الاصلي الاجنبي او الوكيل الادب بتاعه والنشر المصري لو ده موجود موجود في العقد او القانون اوكي لان في بعض اللي يشيرين في مصر مثلا عندهم محاذير دينية او اعمال بلس اتين يعني مش عايزين بعض الكلمات بعض النفطة هنا اه يعني استحب التعديل شوية لكن مش تغير المعنى او قصة بشكل عام طيب عايز اسألك بقى على حاجة بتهم الكتاب بشكل عام ودايما بتبقى حاجة بتلفت انتباه القارئ كمان وهي الغلاف الغلاف طبعا يعني لي عامل كبير اوي ان هو يشد القارئ ان هو يشتري الكتاب او لا او يتشدله او حتى يبصله عينه تروح عليه دي برضو ليه عامل كبير اكيد اختيار الغلاف كان ازاي في النحاس واختيار الغلاف في الطبع الحداشور كان ازاي اه في بعض الاختيارات بتبقى انتي ليك يدور فيها ككاتبة يعني مثلا انا سبيل المثال في النحاس كان الغلاف تصميمي كاتب زميل احوال وراد اه طبعا طبعا فبس يعني انا ليه نظرة معيانة ان انا جبت صورة من الارشيف الروسي عشان الرواية تكلم عن حرب هي الاولى من نوعها ما حدش تناولها في الادب العرب يعني ان الجيش مصري بيحارب الروس ودي حاجة ما حدش تناولها فانا عشان ان اوي في الموضوع فجبت له صورة من الارشيف الروسي وهو بقى تولى بقية الابداع الخاص به في الغلاف وفي زي طبعا الحداشر انا سبت المصمم ما هو يتعامل لان انا عامل موضوعات كتير جدا جدا ومختلفة كلها عن بعض فقلت له ابتكر انت اخترع مع نفسك انا مش اقدر افيدك في الموضوع طب في حاجة منهم حاسس ان انت لو عندك الفرصة اتغيرها اتغيرها غلاف ان حاس نفسه يعتبر تاريخي يعني اللي يشوف صورة يلاقي جنود واقفين صورة تاريخية بحتة من حرب اسمها حرب القرم احنا حاربنا فيها الروس يعني ودي مش موجودة ويعتبر في اي رواية لم يتم تنقولها بشكل ادبي يعني رواية في اللغة العربية فاللي هيبص على الغلاف هيلاقيه تاريخي حاسس انها تاريخي مش رواية فانتازية تعتبر كمقدمة للسلسلة الفانتازية اللي فيها لسه متعمقتش فمقبول نوعا بس لو حبيتها غير هغير الغلاف ده خليه فانتازي اكتر زي الغلاف اللي بعد كده ترسمت برسام مصري عالمي يعني فيها بقى عنصر التنين او الطائر الرخ اللي بيطير عنصر خيالي شوية طب عايزة اسألك عن اعمال كتير بمننا جبنا سيرة الكاتب احمد مراد فاعمال كتير بتتحول لعمل درامي او سينما شايف ده بيزود من الرواية نفسها ولا احيانا بتحس ان التفاصيل اللي جوا الرواية كانت اعمق بكتير وخيال القارئ كان شغال بشكل تاني خالص واحنا ما عملناهاش بشكل يليق بالرواية فيه اعمال كتير قوي اتحولت لعمال فنية الكتاب ومش بس كاتب الرواية نفسه كتاب اللي قاروا الروايات او حتى القراء العاديين شايفوا قالك لا 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 ده الرواية كانت احسن من العمل الفني بكتير فانت رأيك ايه في القصة ده؟ انا رأي من رأي اعمالنا كلنا نجيب محفوظه ده ارحمه هو لم يتدخل ابدا في اي سيناريو اتاخذ من روايته ليه لانه كان مؤمن بان العمل الادبي ده منتج والعمل السينمائي ده منتج مختلف ليه رؤية السيناريست المختلفة عن العمل الفني هو السيناريست بيسترشد بالرواية لكن من حقه كمبدأ مستقل ان هو يغير حتى المخرج تمام يكون يغير المنتج يكون يغير لان منظومة السينما مش زي الرواية الرواية الكاتب هو بيبقى المخرج والمنتج والمؤلف والسيناريست والممثل وهو اللي بسيطر تماما على عالم بتاعه غير الفيلم غير السيناريو على سبيل المثال أحمد مرود نفسه الزميل العزيز يعني كان في الفيل الأزراء عمل إبداع رهيب كفن رواي أما تحول السينما اختلف في الوقت فرتيجو لنفس الكاتب أحمد مرود كان البطل رجل في الرواية لكن في المسلسة اللي شفناها هين صبري سيدة فهنا الاختلاف ده بيستدبعوا اختلافات أخرى لكن ما بينتقصش من الإبداع الخاص به يعني السينما لها باريقها وإبداعها والبرضو الكتاب لي باريقه وإبداعها أستاذ عسام منصور حضرتك نورتنا وصراحة استمتعنا بالفقرة دي ودائما احنا بنحب يعني لما يكون ضفنا كاتب بنحب نشوف الخيال بيجي من والإبداع بيجي من شكرا لك نورتنا في عيش ساعة خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا استنونا